المنع منتخب بيتسوانا عاملين زي تفاصيله ومديره الفني أبرز اللعيبة المحترفة؟ منتخب بيتسوانا منتخب فقير من ناحية اللعيبة المتواجدة يعني ما عندهش إمكانيات يمكن تسكر يخضنا ملعبهم بيسيع لـ 26 ألف مقعد يعني هم منتخب حديث أو لقاء بيننا وبينهم كان في 2006 فهم منتخب لسه مازال مستجد بيحاول يظهر على الساحة ولكن بلا أي أنياب على الساحة الأفريقية ملوش أي تأثير ممكن نسكر أقول لحضرتك مثلا أن هم ممكن يعني نعول عليهم أن نلاقي مثلا منهم تأثير في لعبة محترفة أو لعبة مؤسرة في أي مكان فهم أغلبهم بلعبوا في إقارة الأفريقية في حتى كمان يعني نقول أدغال إفريقية بلعبوا في الدور الكاميروني بلعبوا في الدور النجيري بلعبوا في الدوريات المحيطة بيهم ولكن ما عندهمش المحترفين اللي ممكن أقول لحرك مثلا ليهم لعبة في الدورة الإنجليزية أو ما إلى ذلك ما عندهمش مشاهير ممكن اجي اقول لك مثلا ان فيه لعب معين ممكن احنا نعمل حساب النهاردة ولكن هما منتخب مكتهد بلعب بحدود امكانياته الامكانات عنده مش عالية تماما اقصى انجازاته حققها مع منتخب مصر هو التعادل سنة 2006 مع منتخبنا المصري في عندهم كمان على ارضهم في بتسوانة بنتيجة تعالل صفر صفر وده اقصى نتيجة هما حققوا في اللقاءات الرسمية واقصى نتيجة كمان حققوا عندنا في اللقاءات الوديان هما تعادلوا معنا واحد واحد ولكن دايما في النتاجة احنا منكسبهم على ارضهم هناك احنا كسبناهم قبل كده اتنين لشيء في نفس الملعب دوت وبنسبة لنا اعتبر نزهة لقاءاتنا مع ابتسوانة طيب كابتن حسان بيلعب اغلب الاوقات اربعة تلاتة تلاتة متخيل النهاردة في ظل الغيابات اللي موجودة عندنا عندنا امام معشور عندنا مصطفى محمد عندنا محمد حجازي وعندنا مرموش يعني عندنا اربع غيابات على الاقل ممكن تبقى مش موجود متخيل انه ممكن يلجأ ليه اربعة اتنين تلاتة واحد مثلا عشان يقفل نص الملعب ويبقى ماسك الدنيا بالزبط او انا اعتقد انه هلعب اتنين ارتكاز يعني برضو هلعب بخط الظهر حمد فتحه يكون جنب رام ربيع محمد هلنحات اليمين طبعا محمد حمد ناحية الشمال اتنين ارتكاز محمد النني وهيكون مروان عطايا غيابات امام عشور طبعا وغياب مرموش وغياب مصطفى محمد مؤسرين ولكن منتخبنا ولانا الحمد لله عندنا نجوم كبار اتنين ارتكاز مولت لحضرتك هكون محمد انه من وجهة نظري جنب مروان عطايا وكمان اضاف ناس زود احمد عيد بالزبط يعني برضو اعتقد ان حتى الاسامي اللي هكون موجودة داية كمان عندها الملكة انها تكون تسلد ولكن في اماكن هو مش نفس الاماكن اللي تمت الاصابة فيها يعني اذا كان بيضيف حد ناحية اليمين مع محمد هاني فاعتقد انه للتنشيط ليس اكثر ولكن مش عشان يعوض الغيابات او الاصابات لان هم لعبها مش في نفس الاماكن اللي اللي تصابت ولكن هم نتكلم على اليمين اللي موجود يعني هم نتكلم على غياب مرموش فانحنا الحمد لله عندنا تريزيجاية نتكلم على غياب مصطفى محمد مرموش تريزيجاية تريزيجاية عندنا هيلعب حفش مال في نفس مكان عمر مرموش واللي ممكن هيلعب على الدايرة احمس هالزيزو بلعبها كويس جدا وصلاح يلعب ناحية اليمين اللي اتنين دولو بيعملوها مع بعض اللي بتتوازي في وسط المرش بتلاقي صلاح هو ننزل النص وزيزو راح ناحية اليمين وزيزو راح ناحية اليمين وزيزو ملتل حضرتك يعني بنسبة كبيرة جدا أسامة فصل هيكون هو المهاجم وممكن طبع فيه إبراهيم عادل نجم كبير جدا ومتقلق كمان حتى مع متخابنا الأولمبي ممكن اللي يكون لدوره ممكن يفاجأنا كابتن حسام حسن يلعب بمهاجم وارد يعني حالة الفنية والخططية تساعد أنه يكون موجود